تعال نشوف كده المضارع التام استخداماته ايه من خلال الكلمات الدالة او الكي واردز كلكم عارفين طبعا اللي هي دائما مكررة اللي هي كلمة اه مثلا just already yet since poor recently lately up till now so far ever never طبعا دي كلمات دالة على استخدامنا للمضارع التام تعال نشوف كده كل كلمة واستخدامها مرة تاني على الشاشة كده حبيبي اول استخدام يستخدم المضارع التام للتعبير على احداث في الماضي انتهت حالا حدث لسه منتهي حالا او من فترة قصيرة جدا زي ما تقول ليه بقى بالضبط انا لسه مخلص قراءة الرواية طبعا بتاعت ديفيد كوبرفيلد لسه مخلصها حالا لاحظته ايه اه لاحظنا لاحظنا ان اصلا انا استخدمت كلمة جاست جاست اللي هي توا او حالا طبعا مكانها فين يا شطار مكان كلمة جاست بين هذا او هاف والتصريف التالت فبقت الجملة ايهاب جاست فينشت انا لسه مخلص قراءة الحدث القراءة تم وانتهى لكن منزو فترة قصيرة جدا فاستخدمت مضارع تام اياب جاست فينشت فتصريف تالت جاست ناو اقول له اه جاست ناو تحط بالاخر وتيجي مع المضى البسيط جاست ناو تيجي فين؟ جاست وحدها غير جاست جاست ناو جاست وحدها بنهزوها في تصريف تالت لكن جاست ناو تيجي وتيجي مع الماضي البسيط. قولها ازاي? ركزوا. خلصت قراءة في حالا. هتلاحظ طبعا المعنى واحد ولكن الزمن هيبقى مختلف. اللي قدامي ده مضارع تام. لكن لو قلت اصبحت ماضي بسيط. ممكن اشيل كمان كلمة جاست ناو اول مسلا او اناور اجاو. ولكوا عارفين ان كلمة اجو تيجي مع ماضي بسيط يعني قابلها تصريف تاني. اه اناور اجاو. كده بنحاول نربط ما بين المضارع التام والماضي البسيط. طيب نجيبها الكلمة زي كلمة سنسة وكلمة سنسة حبيبي حدث بدأ في الماضي وهي وفور طبعا لكن لسه مازال. ده استخدام تاني اهول المضارع التام. حدث بدأ في الماضي ولسه دي علاقة بالحاضر. بس ايه بقى نستخلي بقى ان كلمة سنسة دايما بعدها البداية. سنسة بعدها البداية. سنسة بعدها البداية. الحدث بدأ امتى? سنة مسلا الفين. طب قعد قد ايه? لمدة قد ايه? تبقى كلمة فور. يعني من الفين مسلا ل الفين واحد وعشرين. قعد واحد وعشرين سنة لمدة واحد وعشرين. لمدة يبقى فور. منذ بداية تبقى سنس. وهنشوف الامثلة طبعا. اقول انا عايشين في الجيزة يا جماعة. دي عشر سنين. لمدة عشر سنين. يبقى بعد فور المدة التي استغرقها الحدث. الحدث اللي هو ايه? فعل بجملة. ان احنا عايشين في الجيزة. لمدة قد ايه? عشر سنين. طب من اين تبقى اعلم يكون عشر سنين? يبقى انا بتكلم مسلا من سنة الفين مسلا واثناشر. او الفين وحداشر. مش لو كنا واحد وعشرين يعني. يبقى احنا موجودين في المدرسة دية من الفين وكام واثناشر. اعترض مسلا ان احنا دلوقتي في الفين واحد وعشرين. يبقى اكيد بتكلم مسلا في مدة تسعة سنين. تمام? نحظت ان كلمة بعدها امتى الحدث بدأ? لكن كلمة الحدث از تغرق قد ايه? طيب. نجي بقى نقول مسلا حزبا في الماضي وقالها او اثر او نتيجة. مع كلمة او كلمة سو. سو لذلك. ومش ادرا افتح الباب. دي ايه? نتيجة. طب السبب ايه? السبب انضع المفتاح. دايما حبيبي لما يكون عندك نتيجة حاجة حاضر مضارع. يبقى السبب بتاعها مضارع تام. واحد بيقول مش قادر افتح الباب دلوقتي. طب ليه? ضيعة المفتاح. ضيعة المفتاح من شوية ومازال. ليه اثر? الاثر ايه? مش ادرا افتح الباب. طيب الناس تخلي بالمرة كده بالها. لو مكتوب اي كود انت. مكتوب كانت هنا حولتها كود انت ماضي. يبقى سيتك تحول هاف للماضي. ماضي هاف تبقى هاد. يعني ايه? لو مكتوب اي كود انت اوبن دور تبقى بيكاز اي هاد لصت مايكيز. اوكي? طيب احمد هز فارت هز لج. سو كانت بلاي فوتبول تداي. احمد مش قادر يلعب كرة قدم دلوقتي او النهاردة. دي نتيجة. سببها ايه? انه هز بروكن او هز فارت هز لج. تحورت رجله. حدز بدأ في الماضي او حصل في الماضي لكن له اسر في الحاضر. علي ازهابي. علي مبسوط. دي نتيجة. نتيجة ايه بقى? نجح في الامتحان. نجح في الامتحان. اوكي? يبقى احنا كده اخدنا تالت استخدام للمضارع التام. طب ربع استخدام. عدز في الماضي ما فيش بس ايه? ما فيه احددش وقت. هنتفعنا من شوية. لما تحدد وقت تبقى ماضي تام. ايه سوري ماضي بسيط. ما حددتش وقت. يبقى انت بتتكلم على مضارع تام. ايهاب بينتت دا هاوس. انا دهانت المنزل. طبعا ما قلتش. عرفه لو قلت يستردي? تبقى اي بينتت دا هاوس يستردي. لكن طالما ما قلتش تبقى خلاص راتقول ايه? ايه ايه بينتت دا هاوس. طالما ما فيش كلمة دالة على الزمن. he has visited انجلند. ثري تايمز. لو مكتوب لاست يير السنة اللي فاتت كنت قلت هي فيزيتد. هي فيزيتد. لكن طالما ما قلليش السنة اللي فاتت هو بيعد وخلاص زار انجلترا تلات مرات. يبقى هاز بزيتد. تمام كده? لكن لو حدد كانت تبقى بالنسبة لنا ساعتها كانت تبقى ماضي بسيط. لو قللي مسلا last year او مسلا last month. طيب شو بقى الكلمات الدالة كده? كمان كلمة كلمة اللي هي بتساوي اللي احنا عندنا كلماتها هي اول مسيطك. تشوف كلمة حتى الان او او كل دول يا جماعة معناهم حتى الان. بيستخدموا امتى? مع المضارع التام. يعني مطلوب ايه في الجملة? هاز او هاب تصريف تالت. مونة مفرد تاخد هاز. هاز طبعا فور على فكرة ناقصة او. اربع دروس حتى الان. تبقى مونة زكرة اربع دروس حتى الان. كلمة ابر و نيفر بقى. خلي بقى لكم ابر مع المضارع التام لسلم طبعا للسؤال. بس دايما انت عبر عن خبرة. عن موقف في الحياة. هو انا طبعا مشكلتنا احنا طول عمرنا بناخد التنسل الازمانة. لكن مشكلتنا في الاستخدام كارسة. يعني بنعبقى حافظين فقط. انا عارف المضارع التام هاز وهاب تصريف تالت. ولبلب بقى وشضر جدا. لكن اقول لك طيب استخداماته. يعني لما تيجي تسأل لمسلا حد تقول له ايه? هل انت زرت مسلا لندن قبل كده? هتسأل له موضي بسيط? تسأل له مضارع تام? ولا مستقبل? ولا موضي تام? ولا مضارع مستمرة? ايا كان يعني. اكيد. طالما بتسأله عن موقف او خبرة ما هو ده يعتبر موقف او خبرة احتمت معاه في حياته. فاختيارك للزمن الصح هيبقى مضارع تام. هتقول له هل حصل انك زرت لندن من قبل? اتبع على طول. ها بيو افر ها بيو افر بنتو رحت ورجعت ها بيو افر بيزيتد. تصريف تالت ها بيو افر بيزيت لندن مسلا اه بفور هيقول لك والله لو حصلك يس. لو ما حصلتش اقول لك ايهاف نيفر ايهاف ايه نيفر? فشوفتوا كلمة ايفر وكلمة نيفر. ايفر ونيفر. مع المضارع التام عشان تعبر عن كبرة حياتية. موقف حصل معاك. هل عمرك طلعت الاول على الفصل قبل كده? تم كده? قال موقف حصل. لكن دي تجربة. مرة انت امرد بيها. يبقى لازم مضارع تام. اوكي? تعال نشوف كده. بنقول تاني ان كلمة ايفر مع السؤال لحظتوا كلمة راح ورجع. يس ايهاب او ايهاف انت او ايهاف نيفر بن دير. لو ما كان على فكرة تمام يعني منساش حرف الجارة. لما تقول بالضبط كده دي اول مرة اكيد بتكلم عن تجربة او خبرة. يبقى لازم برضو مضارع تام. فاعل هز او هف افر تصريف تالت. زي ايه مسلا? اول مرة اشوف فيها جليد. تمام? طيب كمان في الحاجات بتكلم عن تفضيل. لما تيجي تقول لي مسلا ايه? آآ فاعل وطبعا وكلمة ذا. ازا كان صفة قصيرة وكلكم عارفين بحط ايه اي اس تي. صفة طويلة بتكتب the most او the least. the least اللي هي قدامكم. والصفة الطويلة وتكمل. آآ اكيد طبعا في اخر الجملة بحط ايهاف ايفر تصريف تالت. زي ايه بالزبط? لما قول ده اطول شجرة انا شفتها. ده تفضيل. بفضل هذه الشجرة على كل الاشجار. اطول شجرة. كل اشجار اللي شفتها يعني. ده اطول شجرة شفتها ايه? this is the tallest tree. I have ever seen. طبعا وهذه بتكلم عن خبرة او موقف. ده اطول شجرة شفتها. سوها the most intelligent girl I have ever met. سوها از كبنت انا قابلتها. تبقى the most intelligent girl I have ever met. لاحظوا ان الجزء ده بتاع I have ever. تصريف تال دايما بيجي في الاخر. يجي دايما في الاخر. في never بقى بيجي في الاو. تقول مسلا ايه? he has never riding a camel. he has never عمره مركب جمل. and he has never seen the sea. وعمره بشاف البحر. تم كده. يبقى اتلاحظوا. never في النافية. و ever في الاسبات. لما اقول my brother has never driving a car before. بتكلم برضه عن خبرة او موقف. عمره ما ساء اه عربي قبل كده. I have never seen such a tall tree. كمان? لاحظتوا كمان هاز او have never تصريف تالت لما يكون في اسم وبعد كده صفة مقارنة وبعد كده كلمة than يعني ايه? بصوا كده. I have never seen a more exciting film than. I have never seen. ما شفتش? A more طالما حطيت كلمة A وبعد كده كلمة more لان طبعا مور مع المقارنة في الصفات الطويلة. film than brave heart. اللي هو القلب الشجاع. تمام كده? ده الفيلم الشهير يعني. اللي بتكلم عن وليم ولس. هنا برضو بتكلم عن كلمة just. just يا جماعة نتفاني معناها توا او حالا. Layla is not here. Layla مش هنا. she has just gone. لسه ماشي حالا. او just gone out. لسه خارجها حالا. the bus has just left. التوبيس لسه ماشي حالا. يبقى just معناها توا او حالا. زي ما قلنا من شوية وبتيجي دايما بين هزا اوهاب والتصريف. التالي. I can see it over there. انا لسه شايف البص هو مش حالا اه. انا لسه شايفه. طب كلمة already. already مع مضرقة التام. طبعا عشان نقول ان الشيء حدث بالفعل. لم يقول هاني has already made his bed. هاني رتب السريب بتاعه بالفعل. حدث تم بالفعل. تمام? Layla has finished here homework already. جت كلمات already. بين هزو هافو التصريف التالت. او جت في اخر الجملة ما فيش مشكلة. طالما الجملة بالنسبة لي خبرية كده. تمام كده? طيب لما سأل سؤال. لك have you finished doing this exercise already? او have you already finished? في الحالتين. فيش مشكلة. ازا كانت جملة خبرية او كانت جملة استفهامية. كلمة already تيجي في الاخر في الجملة الخبرية او في السؤال. او كلمة already تيجي قبل التصريف التالت في الجملة الخبرية او في السؤال. اظن كده كلام واضح. تمام? طيب. كلمة يت بقى. يت معناها ليس بعد. لسه الحاجة ما حصلتش. have you finished your homework yet? يت تجد فيين? في نهاية السؤال. او في نهاية الجملة الخبرية المنفية. يت لها مكان واحد او. يت في نهاية السؤال. ويد في نهاية الجملة الخبرية لكن المنفية. لكن كلمة already. already تيجي في الاخر ازا كان جملة خبرية او سؤال. او already تيجي قبل التصريف التالت ازا كان سؤال او جملة خبرية. تمام كده? الفري برضو. already ويد. already معناها حصل بالفعل. لكن يد على واشك انه يحصل. على واشك الانتهاء حاجة على واشك انها تحصل. تمام? طيب كمان كلمة وكلمة لما تقول لي معناها منذ فترة قصيرة. مؤخرا يعني. من فترة صغيرة. اول ما تشوف lately recently تعرف ان الكلام ده مضرع تام. يعني محتاج هزوها في تصريف تالت. كلمة lately بتستخدم غالبا غالبا في النفي. لكن هي تنفع برضو اسبات. فاولت I haven't met so lately. or have you heard from him? او tom lately? طبعا. مش اسمول زي كده. طبعا. از جات في سؤال او جات في نفي مفيش مشكلة كلمة lately recently دايما اسبات. تمام كده? اه تقول اه تزوج مؤخرا. او سامي got married a short time ago. have you heard from مسلا tom recently and so on? كده احنا اخدنا الكلمات ده لكلها لكن ممكن نقول ان كلمة since عشان تركز كده. since مسلا بعدها بداية الحدس لما اتفانق بداية الحدس. since last week, last month, last year. since nineteen eighty nine. since five clock. يعني clock مرتبطة ب since. لكن hour مرتبطة ب four. since sunday. since that or this morning. since yesterday. since lunch time. اجد كلا انا اراها حبيبي بعد كلمات since. مثال I have studied english since I was. كلمة since ممكن تيجي رابط تيجي رابط بين جملتين. لو جات since قبلها مضارع تام بعدها مده بسيط. since لو جات رابط معناها منذ لو جات بعدها جملة يعني تبقى الجملة دي مده بسيط. تصريف تاني I was eight. وقبلها مضارع تام فبيقول انا بدرس انجليزي منذ ان كان عمري ثمان سنوات. كلمة for بعدها المدة اللي استغرقها لحدث المدة كلها المدة كاملة. for a week for three weeks for a month for five month for years for a day for minutes for a long or short time for ages for the last week and so on. تمام? نحفظ الكلمات دي او نعرفها. وانت لو عارف ان كلمة تسنسي بعدها البداية تبقى سهلة بالنسبة لها. for بعدها المدة اللي استغرقها لحدث برضو هتبقى سهلة في المعرفة. تمام? I have left here. انا عشت هنا لمدة تلاتاش سنة. الفترة اللي قارتها هنا تبقى كلمة for. طيب لما اقول بقى since اكيد هاحزف التلاتاشر من واحد وعشرين. تمام كده? واكتب since واكتب السنة. كلمات اخرى طبعا مع المضارع التام كلمة over. or throughout the years. over years على مر السنين. او over ages على مر السنين برض. in the last weeks, months, or years. تمام كده? in the past few years. طبعا زي كلمة. رأس انت لي في السنوات الاخيرة القلائل الاخيرة وهكذا. اه كمان ممكن نقول today this morning, evening, a week, او month. يعني آآ كتب آآ سلاس تقارير هذا الصباح. يعني فيه امكان يكتب تاني وهكذا. او اول ما تقول دي اول مرة او دي تاني مرة يبقى لازم برضو مضارع تام. احنا كده آآ يعني اخر حاجة هنتكلم فيها بس في كلمة بنقول ان هو طبعا لو انت زي ما اكدت ان كلمة لو جاتك رابط بعدها ماضي بسيط. المثال بيقول. ادي ات از مدة سنس ماضي بسيط. ات از مدة سنس ماضي بسيط. سنس اي متهم. يعني عد اسبوعين من ساعة ما شفته. او هي هاز استاد انجليش سنس شي ستارتد هير سكول. اه لاحظته برضو بعدها ماضي بسيط. او سنس زين. هاني ونت تو ليف ان باريس سنس زين. اول ما اقول سنس زين غير سنس بس. سنس زين بعدها مضارع تام. كانك بتعكس الجملة. سنس زين بعدها مضارع تام. سنس بس بعدها ماضي بسيط. ما بقول هاني ذهب للعيشة في باريس منزو ذلك الحين. اي هافنت كونتاكتد هام. ما قبلتهوش. هي بعينها بالضبط او ما اتصلت جبيه. هي بعينها بالضبط. اي هافنت كونتاكتد هاني سنس هي وانت تو ليف ان باريس. تمام? طبعا. ات واز اير سنس اي هات سين هار. اه ممكن سنس جي بعدها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط. ات واز اير سنس اي هات سين هار. هاو لونج از ات? وبعد كده سنس ماضي بسيط. هاو لونج از ات? سنس يو جات مارد. يبقى التعبير نفسه هاو لونج از ات? سنس بعدها ماضي بسيط. تمام كده? وانا قلت من شوية ان كلمة هاس بنتو معناها زهب وعاد. هتقول لي حسن هاس بنتو لندن. معناها حسن زار لندن ورجع. لكن هاس بنتو هاس جون هنشوفها بعد شوية هاس جون تو معناها هاي از ستيل زير مازان بس هنگ.